يسوع المسيح على الصليب طبعا يسوع تنبأ عن صلبه وتنبأ أنه رح يموت أنه هو عالم بكل شيء هذا الشيء معروف مش خيال ولا يعني وهم ولا هلوسي كما ادعى البعض ولا شبها له مثل أحبائنا المسلمين ادعوا لا شخصية المسيح كلام المسيح على الصليب حاشا أن يكون شخصية تانية وفردا يعني إذا كان يهودا الإسخريوطي لأنه حتى الشراح المسلمين بيختلفوا عن هوية مين اللي شبها له فإذا فردا ألا يصرخ يهودا الظلما يا جماعة مش أنا مش أنا ماذا مع مريم العذراء عند الصليب ماذا مع يحنى ماذا مع المريمات اللي كانوا عند الصليب ماذا عن النبوات ماذا عن قائد المئة ماذا ماذا كله يعني ماذا عن كلمات المسيح على الصليب كلمات المسيح واضح لا استحاليه أي شخص أي شخصية أن يقول هذه الكلمات يعني يقول ليحنى تلميزه بقول له هو ذا أمك بيقول له مريم هو ذا ابنك وأخذها يحنى وصارت من خاصته يعني صارت كأنه من عيلته من بيته وكانت تخدم مريم مع يحنى فإذا بعدين كلام المسيح على الصليب يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ثم كلام المسيح مع اللص التائب اللص التائب قال له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يا رب وملكوتك يعني صار فيه إعلان في الزهن هذا الشخص أدرك براءة يسوع المسيح هو اللي قال وبخ صديقه التاني على الصليب قال له إحنا يعني نستحق على اللي فعلنا بس هذا بار جواب المسيح جواب المسيح دليل مهم جدا قال له اليوم تكون معي في الفردوس هل ممكن شخص شبه له يكون يقول مثل هذه الكلمات ثم شيء آخر من تصدق الكتاب المقدس أم أي كتاب أخر طيب تصدق بولوس بقول كان أكثر يعني المسيح ظهر أكثر من خمسمائة أخ وأغلبهم باقي حتى كتابة بولوس لكنيسة كورنتوس حوالي الأولى حوالي 57 ميلادي يعني فترة كل الشهود بلاطوس يوسف الرامي نقو ديمسة دوله كان من مجمع السنهادرين التلاميذ المريمات المؤرخين المؤرخين الرومان والسامر واليهود والأخري الأعداء والأصدقاء والتلمود واليهود كله كله هدولة كذب وكل اللي شافوا كله كذب بعدين من تصدق بصراحة خلينا أسألك سؤال منطقي شهود موجودين في الحدث نفسه في أورشاليم شافوا بأم عيونهم صلب يسوع وقيامة يسوع ولدرجة أنه كانوا غير مصدقين يعني هاي الإثباتات الحلوة مثل تلمذاء عمواس وكان يشكوا يعني حتى مش مستوعبين الأمر وظهر لهم الرب يسوع المسيح فإذن الشهود اللي هن في نفس الحدث في أورشاليم واللي هم الأقرب إلى يسوع المسيح أم تصدق شهادة بعد سبعمائة سنة بآية وحدة ومقابلها خمس آيات بتقول أنه المسيح مات بعد يعني ست سبعمائة سنة يقول لا 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 ما تصلابش ما متش شبها له هل بتصدق شاهد واحد اللي هو عثمان ابن عفان أو واللي كتبوا بعيد مش عارف قديش المسافة بس مش أقل من ألف كيلومتر في السعودية فهمين الناس اللي عايشة في القرشليم ولا اللي عايش في السعودية الناس اللي شافت بأم عيونهم مئات بل ألاف الشهود ولا شاهد واحد كتبها وبقول لا ما ماتش أنا بترك الحكم لألك وأقولها بكل احترام صدقني لأنه حاشة أنه هذا التعليم يكون طب اطلع بإشي تاني مستساغ يعني معقول فلازم يعني يكون عندك دلائل تقول لأ تصلب لهذه الأسباب واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن ما فيك تقول ما تصلب وهو هيك وإذا بدكش تقامن هيك أنت بدك تموت يا بتصير على ديني وهاي للأسف اللي كتير من الناس يعني اعتنقوا الإسلام بسبب هذا الأمر وأنا أقولها بكل صراحة لكن كلام يسوع على الصليب يعني وضوح الشمس بعدين أحبائي عم بتمم نبوات يعني قال أنا عطشان عم بتمم نبوة وفعلا جابه وخل بعدين صرخ بصوت عظيم يعني وبعدين بقول الكتاب بعد ما أكمل كل شيء يعني نكس الرأس وأسلم الروح في هاي اللحظات أحباء مش في هاي اللحظات يعني خلال الساعات التلاتة كان فيه ظلم كثيفة ورؤساء الكهنة شايفينها لأنه الفصح مئات الألاف من الناس ثم الزلزل اللي حدست ثم ماذا عن حجاب الهيكل شق من فوق إلى أسفل هذا حجاب سميك يحتاج لتلاتمائة رجل أنه يرفعه ماذا عن هذا كل هذا ما جابوش أي دليل يهود لأنه خلاص ما قدروش يقاموا هذه الحقيقة وبعدين لأنه كل الأحداث عم بتصير بسرعة بسرعة قالوا لبلاطوس ابعت واحد ويكسر رجليهن عشان قبل ما يفوت السبت مش عارزين يتنجسوا عارزين يتناولوا خروف الفصح فطبعا كسروا رجلين اللص الأول والتاني لما جاءوا عند يسوع لقوا خلاص أسلم الروح ميت وهي الناس على فكرة أزكياء يعني مش اللي بقولك نظريت الإغماء مثل الأحمدية تازم ميك سنز هدول جماعة أزكياء بلاطوس بيتحقق من رئيس المئة لازم يتحقق لأنه هذا يعني مستوجب أمام العدالة الرومانية عشان يتأكدوا أكتر واحد من الجنود طعن يسوع المسيح في جنبه نزل دم ومي وهذا كان دليل واضح بقول لي كي تؤمنوا يعني يحنى بيكتب بقول لي كي تؤمنوا وفعلا يعني نزل دم ومي والمسيح خلاص كان ميت على الصليب ثم واحد اسمه يوسف الرامي رجل غني طلب إذن من بيلاتوس أنه ينزل جسد المسيح قبل دخول السبت يعني إذا المسيح مات الساعة ثلاثة بعد الظهر أنا أتكلم على توقيتنا معناته على توقيت فلسطين طبعا معناته الدفن بيكون بحدود الساعة خمس ونص ستة لأنه بقول يلوح السبت يعني على وشك أنه يدخل السبت فكان لازم يعملوا كل إشي خلال هاي الساعات الثلاثة شو بيعملوا خلال هاي الساعات الثلاثة بنزلوا الجسد بإحترام وبوقار مش بينزل لأنه النبوة لم تكسر عظمة من عظامي تمت النبوة ونبوة زكريا نطعن بالحربة وإلهي إلهي لماذا تركتني اقتصموا وألقوا قرعة على ملابثه وقال المسيح قد أكمل تتميم لنبوة في مزمور 22 ونبوات عديدة أحب بالحقيقة 34 نبوة تمت في هذا اليوم في صلب يسوع المسيح بنزلوا بوقار بإحترام بغسلوا الجسد وطبعا يوسف نيقوديموس كان مع حنوط وزنها حوالي 30 كيلو جرام ولفوه بالكتان الكتان الأبيض واضح من أرض فلسطين وحطوا طبعا الحنوط اللي هي مر وعود وقرفة ونوع من العطور حتى تعطر الجسد وبلفوا الجسد بالكتان وطبعا كالعادات اليهودية بحطوا المنديل موضوع على الرأس بتشوف نفس القصة في إقامة ألي عازر في منديل ملفوف على رأسه وهيك كانت العدات اليهودية ثم أخدوه إلى قبر يوسف الرامي والقبر هو عبارة إما بكون في مغارة مثل مثلا ألي عازر في بيت عنيا أو في هذه الحالة أنه كانت في بستان بيملك يوسف الرامي وكان ناحة من الصخر الجديد هذا القبر بتكون عبارة عن غرفتين الغرف الأولى تشيمبر اللي بتكون بيحطوا الكفن والحنوط وعلى طول بس يحطوا بحطوا على القبر يعني مسافة بسيطة جدا وبعدين عشان يتأكدوا وليهود طالبوا هذا الشيء دحرج حجر عظيم جدا وبعدين طالبوا حراسة حراسة معناته لازم الوالي يحط الختم الختم المشمع على الحجر الكبير ختم بيكون النسر الروماني وطبعا ختم الوالي الروماني وهذا لا يكسر وهذا ما حدث يوم الجمعة قبل دخول الفصح بالزبط دفنوا يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر